كان عندي مشكلة بعاني منها بقالي 6 سنين رحت الواحد عطار قال لي حط العسل الاسوء على اشر الموز ومش هتشوفي المشكلة دي تاني ابدا بجد يا جماعة انا اتصدمت 3 ايام استخدمت الوصفة دي بجد رهيبة 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 يلا صلى على رسول الله في الكومنتات وقلولي بتابعيني منين وبسرعة يلا بينا اقول لكم الوصفة دي حلتلي مشكلة كنت بعاني منها والله بجد كانت مشكلة صعبة بالنسبالي انا جبت هنا 70 من الموز واخدت بس الاشر بتاعهم زي ما انتم شايفين كده غسلته كويس جدا لازم تغسليه كويس قوي بعد كده بتقطعيه باستكينة قطع صغيرة لازم نقطعه قطع صغيرة كده علشان الفايدة بتاعته بقى زي ما انتم شايفين كده انا خرطته قطع صغيرة جدا جدا بالاستكينة بتاعتي جبت بقى حلة بدأت حط فيه الاشر الموز بعد ما قطعته كده بالشكل ده رفعته بقى على النار وضفت عليه مياه مغلية ممكن تغليها في الكاتل عشان تساعد معاك الغالية بسرعة زي ما انتم شايفين بالشكل ده بدأت المياه تغليه اول ما المياه تغليه جبي بقى لبان الضكر سواء المطحون او لبان الضكر اللي هو الحصة ده جبت انا معلقة من المطحونة لان التفاعل بتاعه بيبقى احلى ونتيجته بتبقى اسرع لو عندك ممكن تدقيه في الهون ويقتطحنين بعد ما غريدي بالشكل ده سيبته بقى الحاد ما يبرط خالص انا يعني غليته غلوتين كده وبعد كده جبته مصفة وجبته بولة بدأت اصفيه انا محتاجة المياه ومحتاجة القشر المياه دي هقولك ليه والقشر ده هقولك ليه سيبت معلقتين تلاتة كده من المياه في القشر عشان اعرف اطحنه في المطحنة او في الكابة بالشكل ده وخدت معلقة من العسل الاسود لو انت عندك عسل نحلي ينفع برضه معايا بس العسل الاسود ده نتيجته رهيبة وجبت معلقتين من القهوة او البن وضفتهم في الكابة هبدأ بقى اطحنهم كويس جدا بالشكل ده بعد ما طحنتهم وبقوا معايا زي القوام الكريمي جبت طبق ونزلت فيه الخلطة بتاعت دي الخلطة دي هستخدمها بقى استخدام بجد الحاجات كتير هقولك عليه دلوقت بس المياه اللي انا صفتها من الموز دي هعمل ايه هجيب بخاخ وهبدأ احط فيها المياه دي المياه دي يا جماعة دي بقى هستخدمها ايه هرش بيها على بشري دي على ايدي على جسمي دي بتبايد الجسم وبتشيل الجلد الميت انا هستخدمها على ايدي دلوقتي قدامكم وحتفروك بيها هشيل الجلافز بقى بتاعي الاول كده عشان تشوفوا الفرق ما بين ايدي دي وايدي دي بصوا يا جماعة برش كده على الايد او على البشرة استخدمها بقى بتقشر الجلد الميت هتشوفوا الفرق دلوقتي بين ايدي لما قبل ما استخدمها وبعد ما استخدمتها انا لابسك لفز في ايد وقلعت الايد التاني عشان تشوفوا الفرق بنفسكه بعد كده الوصفة دي بقى بخدها بدعك بيها بقى والله الله يبرك له العطار ده بجد يا جماعة فرقت معايا جدا 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 تعالوا بقى اخسلها بصوا شايفين ايدي شوفوا ايدي يا جماعة درجة التفتيح بقت عاملة ازاي والله العظيم طحفة ما تنسيش تحطي لايك وسهلا على رسول الله في كومنتات باي باي